اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه أيها الإخوة الكرام مازلنا بالكلام عن سلسلات الموتى والأموت والنهاردة هنتكلم عن رؤية تفسير رؤية البكاء على الميت في المنام وهو حي يقول بعض المفسرين مفسرين أحلام طبعا أن الشخص الذي يبكي على شخص ميت وهو لا زال حي في الحقيقة فهذه الرؤية لها دلالات أحيانا دلالات محمودة ودلالات مزمومة فمن الدلالات المزمومة أن هذا الشخص الذي أبكي عليه وأنه مات في المنام وهو في الحقيقة حي أحيانا تدل هذه الرؤية على مرض هذا الشخص الحي أو تعرض هذا الشخص لأزمات صحية وليس أزمات مادية وأحيانا يقولون بأن هذه الرؤية تدل أن الشخص الحي ربما يتعرض إلى مشكلة أو مصيبة كبيرة قد تحدث له في الفترة القادمة وممكن تدل هذه الرؤية أيضا أن هذا الشخص عمره طويل كل اللي فات كان مزموم دخلنا بقى في الجديد أو على الأقل هذه الرؤية محمودة لما شوف شخص في المنام أنه بيموت وأنا في الحقيقة شايفي الشخص ده هو حي في الحقيقة هل تدل هذه الرؤية على أن هذا الشخص الذي أبكي عليه في المنام عمره طويل نعم بإذن الله تبارك وتعالى وأحيانا تدل هذه الرؤية على حدوث مشاكل للرأي وليس للشخص ربما تحدث بعض المشاكل للشخص الرأي في هذه الفترة أو وقت رؤيته لهذه الرؤية لو أن البنت العزباء ودي رؤية خاصة بالبنت العزباء دون غيرها لو أن البنت العزباء رأت أن هناك شخص يموت وهو في الحقيقة حي وبكت عليه ربما تدل هذه الرؤية على فسخ خطوبتها لو أنها مخطوبة تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته